بعد كده يعني تتالت أعمالك بشكل كبير والواحد يعني دايما بيشوفك مهتمة جدا بقضايا المرأة بشكل خاص كيف جاء هذا الاختيار يعني؟ يعني ما قدرش أنكر إن أنا في الآخر الجزء إساسي من أنا اللي بكتبه بيتصدق إن يحساه فعلا فأكيد إحساسي بمشاعر المرأة أقوى وأقرب من إحساسي بمشاعر الرجل بحكم إن يمرأة يعني بطبيعة الحال فبلاي نفسي لما بيجي أشتغل على عمل حتى لو فيه بحاول على قد مقدر أتبنى وجهة نظر الرجل يعني حتى في الأعمال اللي اشتغلت عليها اللي هي فيها البطولة نسائية بس دايما الراجل هو بطل برضو هو بطل وعنده يعني مشاعره اللي بحاول أفهمها وافهم وجهة نظره عشان أعبر عنه مظبوط طبعا أفضل أن يحكي عنها من وجهة نظر امرأة يمكن تشعر أكتر ممكن أو أنه الرجل اللي بيكتب عنها يبقى قادر يتبنى وجهة نظرها يعني المسألة قدرة أو موهبة مش لازم يبقى رجل أو امرأة لو أنا وأنا بكتب عن الرجل بحاول أتبنى وجهة نظره وأحكي من وجهة نظره عشان لما راجل تاني يتفرج يصدق اللي بيحصل فبالتأكيد فيه رجال يقدروا يعملوا ده بالعكس مع الشخصيات النسائية فنظرا لأنه في فترة اللي أنا بدأت فيها شغل كان لسه برضو فيه نوع من القهر واقع على المرأة في مجالات بعينها فهي أخذت حيز من اهتمامي وتفكيري بحكم الاهتمام الأوسع بفكرة القهر